الإناث والذكور نفس ما بيتميز تصيب نفس الشيء هاي وحدة العمر مهم هنا لأننا نشوف معظم حالات ألم الظهر هي بين عمر 30 و 50 وتبدل عندنا العمار اللي بعد الخمسين اللي يسموها التغيرات الانتكاسية للصير بالعمود الفقري قد تأثر سوينا المشكلة للآلام المزمنة في العمود الفقري وعلاجاتها بسبب شاشة العظام وحدة منها شاشة العظام نعم أحد أسبابها يعني شاشة العظام هو يسموها المرض الصامت بس عندما يصير انكباس بالفقرين تجي تلها شاشة العظام اختزال نعم نعم يصير لغط على العصاب المريض ذلك الوقت قد يشيب آلام حادة أو آلام مزمنة نعم هاي الشغلة مع هشاشة العظام أمراض رمواتزمية بعض الأحيان أيضا نسوي لك آلام في الظهر نعم أمراض يعني أمراض سرطانية يعني سوي فنرجع مرة ثانية دكتورنا العزيز بالنسبة لسؤال فقدان الثقة بين المريض نعم والطبيب يعني يقول لك مثلا عندي آلام بالمفاصلة أو عندي بالفقرات أروح للدكتور ينطيني أبرت مسكن نعم من أطلع من يمه أوكي أنا ما بيشي وراء يوم يومين ترجع للحالة مرة ثانية وهكذا يعني نعم هاي الاشكالية نعم قائمة نعم والسبب أنه أولا لازم تشخص الحالة التشخيص دقيق نعم لأن تدخل بها طبيعة العمل الحالة النفسية للشخص طبيعة الإصابة بالعمود الفقري الفترة اللي صار منه المشكلة اللي صارت موجودة فيها جزء منه ممكن علاجه يسموه بالعلاج التحفظي اللي هي بالأدوية والعلاج الطبيعي يحن تمنى جزء مهم من هذه الشغلة نعم وأكو علاجات أخرى يعني لها علاقة بعلاج عمود الفقري وتبقى آخر شيء هو الجراحة نعم أطمن السادة المشاهدين بأنه جراحة العمود الفقري هي هي ليس الأولوية إنما الأولوية هي للعلاج التحفظي نعم الحالات اللي تستوجب جراحة هي حالة يعني ما تتجاوز الخمسة في المية من مشكلة العمود الفقري نعم بس علاجها يعتمد على المريض وأنه التشخيص الصحيح نعم يعني مثلا شخص عنده آلام أسفل الظهر ومزمنة أكو أشياء أخرى نحن نقول للمريض مثلا نقول له عنده وزن زيادة ضروري أن يخفف وزنه نعم لأنه الوزن إلى علاقة يأثر على العمل تغيير نمط الحياة نعم واحد ما يسوي رياضة نعم يضغط دوي لفراء سوينام مثل ما يقولون بالعراق نحن وكل رياضة مريح نفسها مريح نفسها هذا مني تعرض إلى أي إجهاد راح يعاني من مشكلة الظهر نعم فمهم جدا أنه لا يلعب رياضة يجب أن يلعب رياضة نعم الرياضات التي تفيد وتقوي الغاية من الرياضة هي تقوي عضلات الظهر نعم فحتى العمود الفقري يكون بالصورة السليمة والصحيحة أحسن رياضتين تفيد العمود الفقري وهي رياضة السباحة بالدرجة الأولى السباحة على الظهر مفيدة جدا فأني أنصح برياضة السباحة مهمة جدا وخاصة الناس اللي فوق عمر الأربعينيات نعم يعني ضروري جدا أضعف شيء إذا ما توفرت المسبح عنده وخاصة بالنسبة للستات الشيء الأخرى هي رياضة المشي نعم يعني هذا المريض يقدر يسويها يعني الطبيب مرح ينطيع علاج السحري لازم جزء منه هي أنه ترجع اللياقة إلى العمود الفقري بهي رياضة ترك الدخان نعم تخفيف الوزن تغيير نمط بعض الأحيان يعني إحنا مجبورين يعني نقول للشخص أنت لازم تغير نمط حياتك أنت تقعد في مكتب تقعد من ساعة ثمانية إلى ساعة ثلاثة يجوز ما تتحرك على جلسة وحدة ساعات لا إحنا نقول له سأخذ ساعة واخذ لك فدع عشر ساعات بريك من شان على أشاز أنه تأخذ راحة حتى لا يصير ضغط زيادة نفس الشي ربة البيت نقولها لا تحاولين تركين بساعات متطولة في المطبخ تخففين الوزن مالتيك تسويين رياضة واثنيا لا تحاولين ترفعين أحمال ثقيلة وعندما يستوجب الأمر رفع أي حمل ثقيل تستخدم الأطراف الركب يصير الضغط على الركب بدل ما يكون الضغط على الظهر نعم يعني هذه الوضعية يعني هذا بما معناه أنه إذا صاب واحد بألام الظهر أو الفقرات أو المفاصل أنه علاجه شي مطول لا هذا يعتمد على السبب يعني معظم حالات ألم الظهر الغالبة العظمى التي نشوفها هي حتى يمكن بالعلاج البسيط تطيل براسيتامول هذا أو البندول مع اللياقة مع تغيير وضعية الجلوس معظمهم يتحسنون حتى انزلاق الغضروفي اللي يجون عانون كثير من عنده وهذا الانزلاق الغضروفي نشوفه بعمريا أكثر شي بعمر الشباب اللي نتيجة تحمل حاجة ثقيلة أو رياضة أو أوفد حركة مفاجئة أو مثلا عملات رفع الأثقال معظم الشباب يجي يرفع أثقال بدون أن يكون عنده تدريب أو حماء قبل العملية هذا رأساً رح يصبح عنده مشكلة في الغضروف أو الكبار العمر اللي هم بعد الخمسين تبدي مشكلة الدسك نتيجة التغيرات يسموها الانتكاسية للصير بي يعني كجزء من حالة الجسم وما كل يقب نعم فذولا يتحسنون على العلاجات البسيطة اللي هي النوع المسكنات مضادات الالتهابات اللي ننطيها بتخفف الاحتقان والآلام في الظهر والعلاج الطبيعي مهم جداً العلاج الطبيعي بعلاج مشكلة الظهر ويبقى المريض المريض لازم يبدي من جديد أنه مثل ما قلنا أنه أهم شيء الرياضة وتخفيف الوزن وترك التدخين وإذا كان مريض عنده سكري مهم جداً أيضاً يحافظنا على السكر لأن هذا بيأثر على العصاب ويأثر على نتيجة العلاج نعم نحن بالبداية ذكرنا ذكرت دكتور موضوع مهم نعم أنه مرات واحد يكون عنده أعلام بالظهر أو بالعامد الفقري لكن أنه العامد الفقري هو سليم وما يكون إلى علاقة بأمراض أخرى نعم طبعاً أنه أي شخص أو أي مريض من يحس أنه عنده أعلام بالعامد الفقري أو بالعامد الظهر وين يروح للطبيب للطبيب يعني للمفاصل صح أو لا صحيح زين بل حالة شنه هو دور الطبيب من يشوف أنه ما لا علاقة نعم المثبت لك نحن نستمع لازم يصير استماع جيد للمريض عن حيثيات المرض كيف بدأ إلى علاقة بعمل أو لما لا علاقة أشياء الأخرى عنده وزن عنده سكري عنده أمراض أخرى لأن مثلاً عنده هشاشة عظام هذه كلها مهمة حتى نستخصيها هذا التشخيص يعتمد على شغلتين أساسيتين هذه لكل مشكلة في الظهر اللي هي الأشعة العادية الأشعة السينية العادية الأمامي والجانبي للعمود الفقري والفحوصات الدم اللي هي فحص الدم العام لأن إذا أكو التهابات روماتيزمية ممكن أو بعض أصابات بعض الأحيان إذا شكنا أكو مسألة تسمى حمات مالطة قد تأثر وموجودة في هذه المنطقة قد تأثر إلى ألام حادة في الظهر أو ألام مزمنة بس مو هي الغالبة الغالبة العظمى هي مثل ما قلنا أكو أسباب ميكانيكية بعض الأحيان من وصل المعلومات غير كافية وخاصة في حالات الانزلاق الغضروف نشك من الفحص السريري أنه هذا عنده انزلاق غضروف قطني أو عنده مشكلة أخرى فنتأكد بفحص آخر وهو فحص أكو فحصين مهمين وهي فحص الرنين المغناطيسي وفحص يسمى المفرس المفرس وخاصة المفرس الحلزوني هذا الحديث وتخطيط العصاب الرنين المغناطيسي فحص متقدم ومتطور بس ليس هو في كل الحالات يجب أن يعمل نعم ويمتن الجائلة إن الجائلة عندما عندما نريد نعرف مدى نلقي السبب أو المريض مدى يتحسن يتحول إلى مزمن أو نحن نريد نعرف تشخيص أكو ورم مثلا نحتاج إلى ورم حتى نحتبر رنين المغناطيسي نقدر نشوف مسألة الغضروف ونشوف يعني أي مكان بالضبط أو كم فقرة الانزلاق موجود هل هو ضاغط على العصب أو لا وخاصة حالات اللي مثلا فاتنا يذكر أنه مصطلح اسمه أرق النساء شائع بالناس نعم هو معناه ألم في الظهر وينزل إلى أحد الأطراف نعم يعني يجي المريض قد يشكي من آلام بطرف السفلي أكثر مما يشتكي من الظهر وهذا من يكون مزمن نتيجة تياد ينزل القضروفي لغالبية العظمى هذا السبب الرئيسي بك حالا نحتاج الرنين المغناطيسي حتى نعرف مثلا أولا نشوف بأي مكان الانزلاق الغضروفي ودرجة اللي نزلاق فيها حالها لأنه إذا حالة ما يفيد التداخل يعني العلاج التحفظي المغنم الأدوية وبعض الحالة نسوي أبر في الظهر نعم أبر في الظهر نزلقها لتخفيف الآلام هل هي أبر مسكنة؟ لا هي أبر يسموها الأبيديورال انجيكشن نعم تزرق في الظهر نعم نعم تحتوي على مادة الكورتزون نعم تشتغل تخفف الالتهاب والاحتقان حول جدا هناك التهاب طبعا إذا هذا يعني وقد تفيد وقتي نعم إلى أن المريض قد يتحسن بعض الشيء وقد تختفي الآلام من عنده وقد ما تفيد مئة المئة ذاك الوقت نلجأ إلى التداخل الجراحي نعم احنا تكلمنا عن العوامل الميكانيكية لكن أكو عامل مهم نعم هل إن العوامل النفسية لها علاقة؟ بلا شك العامل النفسي هو يفاق من الوضع يعني يعني الست الحامل من يستعدها لهم الظهر إذا صاحبها خوف من الولادة خاصة بالنسبة للحوامل أو الحمل خوف على الجنين مالها فراح يزيد الحالة فإحنا دائما نقولها حاولي أن تكونين ريلاكس أخذي لك فد فد حمام دافئ أو بالباث يعني موجودة أو كمادات باردة بعضها يستفادون على كمادات باردة يخلوه على مكان العلم أو كمادات ساخنة أيضا يستفادون بعض الأحيان الرياضة والتمارين يعني رياضة المشي وأكو تمارين فاتني نذكرها تمارين جدا مهمة لتقوية عضالات الظهر ممكن طلعها من النيت أي مشاهدي طلعها من النيت ويعمل مثلها يكون برامج خاصة للحوامل ويكون الشخص العادي لتقوية عضلات الظهر نعم هاي بالنسبة للحوامل نعم بالنسبة للأشخاص الأشخاص أيضا نفس الشي نحن قلنا السباحة مهمة نعم قصدي بالنسبة للعوامل النفسية نعم طبعا العوامل النفسية يعني الاكتئاب قد يزيد فلهذا بعض الأحيان نشوف المريض عنده مشكلة عنده مشكلة نفسية ويجي يشكي من آلام وهر وتعمل لك كل الفحوصات وكل إجراءات وطلع طبيعية نعم فهذا العلاقة بنمط حياة هذا الشخص بالضغط النفسي اللي عليه فمجرد ما يتحسن إن شاء هذا الضغط عنه نعم شوفه تختفي الآلام الظهر نعم وبعض الأحيان نضطر ننطي بعض الأدوية اللي هي اللي يتقلل اللغط النفسي يأخذها المريض فشوف المريض يبدأ يتحسن بالنسبة للآلام الظهر نعم هذا موجود شيء آخر بالنسبة لنوع الحذاء نعم بالنسبة للنساء نعم هل ممكن أنه يؤدي لعلام الظهر نعم هذا مهم جدا دائما بالنسبة للست يعني ننصح أنه الحذاء العالي جدا والحذاء خاصة بالنسبة للحوامل نعم من ننصح تلبس حذاء عالي لأنه سيسوي لود أيضا على الظهر نعم وخاصة إذا ما عندها مرونة يعني بالنسبة للعضلات فمن ننصح بالحذاء دائما الحذاء المتوسط هو الأفضل يعني العلو ما لتكون متوسط والكعب مالتا يكون عريض وليس مدبب لأنه حتى يكون مريح للقدم هاي بالنسبة للحوامل نعم بالأشخاص العاديين والله الأشخاص العاديين تشوف أنت وتشوف أنه في بعض الأحذية نعم في أحذية طبية مخصصة تساعد على نقلة المشي والغاية منعدها حتى تخفف الضغط على أسفل العمود الفقري نعم بعض الأحذية الطبية بها فائدة نعم شنو علاقة الفلاتفوت يعني بألام الظهر والفقرات يعني لتأثير مباشر نعم الشخص اللي عنده فلاتفوت تسطح القدمين ورا فترة اعتيادي يعني بعد فترة الثلاثينات قد يعني قد ما يعاني من شي نعم وقد إذا تكون الفلاتفوت في درجة شديدة نعم مع طبيعة العمل مالته يعني يطلب إجهاد وقفة طويلة مشي مسافات طويلة حتما هذا رح يأثر على العمود الفقري نعم شنو هي الطرق يعني احنا من خلال كلامنا تحدثنا على بعض الطرق التشخيصية يعني يجينا واحد عنده علامة ظهر شنو هي الطرق التشخيصية البداية اللي ممكن أنه نسويها ولو تحدثنا على جزء من عدها وبعدين شنو هي الطرق الأخرى إذا ما شفنا شي نعم نتلبس حذاء مع سي اللي بي آرش يسموه يعني يعني حذاء خاص حذاء خاص طبي خاص ممكن نسويها هذه ريحة جدا نعم وتتجنب الوقوف لفترات طويلة نعم ضروري جدا أو حمل أثقال أيضا تتجنب نعم نحن 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 العلاج نعم يعني مثل ما ذكرنا هو علاج تحفظي اللي هو نعم دائما كل آلام الظهر نبدأ بالعلاج التحفظي ماكوشي اسم جراحة نعم لأنه 95% أو بعض رحلين أكثر يستجيب المريض لهذه العلاج مثل ما قلنا مع العلاج الطبيعي مع تغيير نمط الحياة مع تخفيف الوزين مع الرياضة 100% يتحسن المريض يعني ماذا قد يحتاج وقد يعني كم معدل والله يتعتمد على طبيعة الإصابة نعم يعني مريض قد ألم ظهر قد أثلت ثلاث يام يصير زيان إذا كان إجهاد بسيط نعم بس إذا أكو تمزق مثلا بالعضلات أو بالأربطة قد يأخذ فترة أطول يأخذ مثلا أسبوع أو أسبوعين يتحسن المريض بس معظم آلام الظهر خلال ثلاثة شهر إذا كانت يعني ميكانيكا إلا ميكانيكية بيستفى وتتحسن نعم تتحسن نعم زين إذا كان خلل نقول إذا كان السبب بالخضروف خلل نقول إذا كان تمزق بالخضروف أو تعاكل بالخضروف شنو هي الطرق اللي ممكن نهو والله هؤلاء مشكلة يعني مش أحد أسباب المهمة نعم لتخلي المريض يراجع لأنه المريض يراجع كذا قد يراجع الطبيب العام نعم ويأخذ مسكنات كثيرة و و و و و و و يتحسن نعم بهيك حالة ينصح أن هذا المريض أنه لأخذ لشاف الطبيب عام أو أخذ علاج هو من كيفه بهيك حالة يراجع لختمختص في يعني في العمود الفقري في طبيب العظام أو طبيب العصاب حتى أولا تشخص الحالة بصورة طبيعية لو تشخص الحالة هذا أنزلاق ظروفي معظمهم يتحسنون على العلاج التحفظي نعم أول المريض نسأل على طبيعة عمل مالته قد طبيعة العمل لا يستمر بهذا العمل إذا كان يبغي الشفاء نعم رقم واحد اثنين إذا يتعافى من هذه الحالة وعنده وزن زيادة ما ممكن الطبيب حتى لو سواله عملية ستكون مشكلة بعد العملية مع الوزن الزيادة إذا كان مدخن شديد التدخين الدخان أحد الأسباب الرئيسية لأنه المريض لا يستجيب للعلاج وخاصة مسألة الغضروف نعم يعني دراسة موجودة موثلة